وميّل يا غزيّل ويا غزيّل ميّل ميّلّك ميّولي بعمل لك تبّولي بثقك فنجن أههم أنك ، يغزيّل آه يا ولك يا سمراء أنا من الصباح ما شوفتن للأولاد تعارف الشي وين راحوا؟ لا أبدًا اتصل فيهم إذا كتير مشغول بعلك عليهم معقولة أنت ليش لا اتصل فيهم هلأ اتنين كبار ومتجاوزين عن جديد ليش لك اكتر غلبة واتصل فيهم إيه لكن ليش داير وحايس كل هالآد استغفر الله العظيم طيب ماشي استوت طبختك إي استويت نيح شو هالريحة هاي كأنك حطيت اللي يتخاروش أمعلم رشاد يعني منين دا تجي اللي يعني معقولة هالحكي أولي لك شو هات لك شو عاملينتي شو حطة بالفرن هاي أكلة من قضانة مبينة يعني طيبة ما هي ولك أنا ما فهمتك ما بتعملي شي غير اللي بقلك علي أنا ما عم تتعلمي خلاص بقى شلحي لي هالمريولة شلحية نحنا الظاهر ما حنتفق بالشغل شلحية يلا والشوربة كماما صبتت معيك من كتر ما أنا كملحتي اللي ما بيفهم بالحكي ما له شغل معنا تفضلي هاي يوميتك مبارحة هيحقك وحبك مسكت ما بدي أنا طبختهم مش عنا نحنا يعني موكر مال الزباين فإذا بتريد حط مصرياتك بجيبتك والله يسامحك فيهم السلام عليكم هاي 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 عرفتي صوتهم هاد رشاد أخوك شو ما تذكرتي رح تتذكري شوي شوي أنا استنيت كل هالوقت بس ما عاد استنى أكتر أنا وعدتك زايدة رح انتقم منهم وحاسبهم على كل اللي يعملوا فيك يا الأليلين الضمير رح أخرب عليهم عيشتهم وبتشوفي أخي 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 زايدة رؤي خلاص يلا داعي قومي معي خلاص عمالك داعي انت بي شد حيلك يلا شوي شوي على مالك ارتعي خلاص اهدئ خلاص لا تبكي